يهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية عدنا بانطباع للفصل 1118 و1109 which is يعني كلها تصب في نفس القصة ونفس السالفة ألا وهي معركة والمصائب الكبيرة والمتتالئة اللي جاء ستصير في الإقهد الفصل 1008 انتهى بعبارة يعني خلتنا حرفيا يعني على نار إيش هي الرسالة اللي راح يقولها فيغا بانك للعالم وصراحة يعني كانت فترة انتظار مليئة بالتحريات اللي جلس يقول بيفضح العالم واللي قالك بيفضح حكومة العالم واللي قال لا بيسولف عن التاريخ الماضي أو القرن المفقود وأشياء كثيرة ولكن ومع وصول الفصل 1119 برضو ما زلنا نجهل إيش ناوي يقول فيغا بانك في تلك الرسالة ولكن الحلو في الموضوع يا أخوان أنه من ردة فعله القيروسي نقدر نستشف إيش الشيء اللي ممكن يقوله فيغا بانك مش سبسيفيك أو إيش الشيء اللي بيقوله بالضبط ولكن كونو القيروسي خمستهم رسبنوا في جزيرة الإيقهيد والهدف الأول هو إيقاف بث رسالة فيغا بانك فهذا معناته أنه الموضوع مرة خطير لفل عالي جدا خامسة قيروسي لا لا أنتم ونتم مستوعب والله ما حد مستوعب فيكم ركزوا خامسة قيروسي مرسبنين في الإيقهيد علشان يوقفون رسالة فيغا بانك إيش الشيء الخطير والمرعب اللي حكومة العالم وإيمو سما والقيروسي ما يبغون الناس يعرفوا لذي الدرجة إيش هو الشيء اللي فيغا بانك يعرفه والقيروسي ما يبغون أحد يدري عنه شيء مرعب شيء مرعب يصير في الإيقهيد بشكل عام حاجة يعني يعني إيش إيش أهارة معلش إيش أهارة هي مجزرة وحاجة مؤلمة اللي صارت في أهارة بس ترى الإيقهيد اللي صار في الإيقهيد فساد فساد دمار أموات إصابات جرحة أشياء يا ساتر يا الأرك هذا مش سهل جدا أنك تستوعبها ببساطة أنويز يا إخوان في الفصل 1109 معلومة مرة مهمة وكثير أثارة جدل في السوشال ميديا الأيام هذه ليش؟ ونيقاشي ما ظهرت في الغلاف وهي تغرق شلون؟ هي كانت جنب عاصمة الزهور مين اللي شالها وغرقها وكيف غرقت؟ I have no idea ولكن تحليلي الأقرب أنه ممونسكي حبي يتدرب ويجرب يسوي زي كايدو كيف كايدو شال الجزيرة وأنا ما يشيلها وإحنا نفس الفاكهة بشيلها وشالها بساطعين إيش بتكونين؟ غرقت يعني هنيويز مش سالفتنا الغلاف سالفتنا الإيقهيد سالفتنا المصائب اللي قاعد يصير في الإيقهيد يا أخوان رسالة إلى العالم أجمع الكلام هذا لما قالوا فيقابانك أنا كذا ما قدرت أتخيل إلا شخص ثائر شخص من الجيش الثوري حرفيا رسالتي إلى العالم أجمع ما أحد مهتم أنه أحد يعرف ويكشف أسرار حكومة العالم للعالم أجمع قد أثور وفيقابانك للأمانة في هذا الخطاب ظهر بشكل ثائر الحلو في الموضوع أنه إيش الرسالة مسجلة بشكل كامل يعني بدأوا تسجيل فيديو صوت صورة كل شيء شغال معهم ولكن قاعدين يسولفوا في البداية شيء غريب كذا أنه أها نبدأ على طول يا ولد ولا ما نبدأ لا أعطهم فرصة كذا يسولف شوية حرفيا كانوا فاتح بث سيبدأوا البث بعد قليل وبس بدل ما هو ساكن قاعد يسولف سوليف ما لها علاقة بالشيء اللي بيقوله أنيويز فيقابانك اقترح أنه هنا البث فيديو فيديو إذا تقدر تسوي فيديو بيكون أفضل علشان تشوفني يعني قابل تقبل يعني أنت كإنسان إيش الأفضل أنك تسمع صوت ولا تشوف فيديو صوت صورة أفضل لك فعشان كمان المصداقية يعني لحد يقول لا يمكن مو هو هو مش هو والحلو في الموضوع أنه فيقابانك بقدرة العلمية الهائلة ذكي ذكي شيطان فيقابانك يعني هل تتوقعون أنه فيقابانك كان ناوي يموت ويترك العالم كذا وراه فلاصل اللي صار صار لا إذا موت راح أترك شيء ورائي وأنفذ أي شيء ما قدر تسويه وأنا عايش فيقابانك هو عايش كان عنده أهداف بسيطة يبغي يحقيقها في سبيل الأمور العلمية اللي يطمح لها ولكن في الأمور اللي لها علاقة بإنقاذ البشرية مساعدة البشرية إصلاح العالم ما كان يقدر عساس كذا كمان برضو سحب على دراجون هدفه كان يبغى تمويل عشان يسوي أبحاث ولكن قال إذا بموت وإذا موت راح أسوي الشيء اللي ما قدر تسويه وأنا عايش ألا وهو فضح حكومة العالم which is فكرة مرة ذكية وعبقرية من فيقابانك اخترقوا جميع الدندن موشي حول العالم يا قوتك واللي في البحرية يعني خلينا نقول اختراقك لدندن موشي لشخص عادي أمر سهل فيقابانك اخترق الدندن موشي كمان اللي في مقرات البحرية حرفيا رسالته للعالم أجمع كل واحد عنده دندن موشي الحين يقدر يسمع كل واحد عنده دندن موشي مرئي يقدر يشوف ويسمع فيقابانك سوى ذا الشيء كله وهو ميت يا رطيف اللي همنا من ذا الحوسة اللي صارت هنا يا أخوان اللي همنا من الحوسة اللي صارت هنا يا أخوان انه فيقابانك خلق توتر خطير جدا لدرجة انه ساترن قال للقيروسي تعالوا راح أستدعيكم تصورين حجم الخطر اللي حس فيه القيروسي كويس ما رسبنت إيمو سما باقي إيمو سما ترسبن وخلاص بوم إيش بيصير أنا ما كنت مصدق لما شفت واحد معلق على الفصل قبل كم يوم أول ما نزلت تسريبات الظاهر إيش كان يقول كان يقول أنا أقول لكم أنها اقتربت يا جماعة فعلا أنها اقتربت ولما تفكر فيها كذا بمنظور أبعد شوية القيروسي خامسة أمام لوفي واحد القيروسي ولوفي أتواجه إحنا ما عارفين إيش بيصير قدام بس فعلا القصة قاعد تتجه للنهاية الموضوع ما عاد فيه لعب ما عاد فيه التمطيط قصة فعلا قاعدة تنتهي أنا ما عرف يعني في عرف الوقت الطبيعي لأنا كبشر طبيعيين مش بذي السرعة لا بس قربت تنتهي يعني في عرف أودا يعني سنتين وقال ثلاث سنوات قبل سنة أعتقد صح قول ثلاث سنوات يا عمي كمان وابتنتهي القصة خلاص ملامح النهاية بدت تبن ولكن السؤال الأهم الآن سيبونا بوجود العمالقة يعني في اليقهد وجودهم صراحة يعني حاجة تدعو للطمأنين يعني كون الواحد عارف إنه معا ناس يندق فيهم الصدر ولكن خمسة قيروسي ضد لوفي هل هل لوفي قادر إنه يقاتل القيروسي لحاله مستحيل 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 هناك مدري ممكن ينرس بنا بس نفترض جدا إنه زورو بيجي سانجي بيجي يا عمي أقولك طاقم لوفي كله ضد القيروسي ولا بينطلسوا ولا بينطلسوا ساترن الحال ولعب فيهم لعب خلي عد خمسة اجتمعت الكواكب في ناية الفصل المكتوب كواكب ناس بقوة شيطانية بأشياء بقوة غريبة لسه ما حتقدر يستوعبها حاجة جديدة كده علينا دخيلة علينا فلا تقول لي إنه لوفي قادر يقاتل خمسة ولا تقول لي إنه طاقم لوفي قادر إنه يطيح بخمسة جيروسي مستحيلة فنحن أمام خيارينا الآن إما إنه يحصل تدخل منتظر شوفوا أنا مرة ما أحب أرجع دراجون وأقحمه في الموضوع بس ترى فكرة إنه دراجون يرسبنا الآن واردة فيه نسبة ضئيلة لأنه خمسة جيروسي تخيل إنك أنت يا ثائر تخلص على خمسة جيروسي إيش الرسالة اللي بتوصلها للعالم وكون هذا الشي بيخدم الجيش الثوري مصالح الجيش الثوري إسقاط حكومة العالم ففيه وفيه فرصة ولو ضئيلة إنه الجيش الثوري أو دراجون شخصياً يرسبن أنا والله قلت لكم ترى أنا موضوع إنه دراجون دراجون الموضوع ذا صار مزعج بالنسبة لي لأني أحس إنه ما بيرسبن بس في ظل الظروف ذي أحس إنه أنا الأوان كيف بيرسبن المسافة بيننا يا حبيبي مو بعيدة مدري أحس فيه فرصة ضئيلة بس مش مرة واردة عموماً لوفي لحاله ما رح يقدر يقاتل قرسي ولا لوفي وطاقة مكاملة يقدر يقاتل قرسي هذه الاحتمالات أنا قاعد أقولها على أساس بس نستوعب القصة راحها إلى وين طيب كيف بيسوي لوفي ضد الخمسة قرسي ممكن يكون فيه تدخل جديد دراجون والله أعلم شانكس I don't know العمالقة الاثنين ممكن يكون لهم تواجد يديك المعركة ما أدري صعبة يا عيال صعبة والله صعبة خمسة قرسي أنا قاعد أكرر لكم ياها كل شوية عشان تستوعبون خمسة قرسي أقوى قوة في العالم بعد إيمو سما يا علم إيمو سما يش عنده فملخصاً سريع لوفي بيقاتل لحال القرسي لا لوفي مع طاقة مهلا لوفي مع أحد من طرف آخر يمكن العمالقة يمكن ما أدري بس أنا مؤمن أنه فيه تدخل قادم لازم فيه تدخل قادم ضروري جداً بظهور خمسة قرسي في نفس المكان لازم يكون فيه تدخل قادم من هو الله أعلم تيتش ممكن يرجع كاترينا يقول لها مدامك نسختي واحد انسخي الأربعة بالمرة وتعالي كيف تسوي الله أعلم بسرعة بالاستعانة بالانتقال الآن اللي مع شسم اللي معاها كله جائز ولكن لوفي لن يستطيع أن يقاتل القرسي لحاله ولا مع الطاقم تبعه القرسي مستوى مرة مرة مختلف من القوة حلو حلو دار كده يا جماعة فيه سؤال وفيه علامة استفهام مرة كبيرة في القرسي إيش الشيء اللي يربط القرسي في بعضهم لدرجة أنهم يتخاطرون ترى قاعدين يسولفوا بالتخاطر تخاطر ويقول لهم بس تدعيكم يقولوله أوكي ويستدعيهم من مريجوة إيلينا الإقهد كذا إيش القوة الغريبة دي إيش الشيء اللي قاعد يربطهم بحيث يقدروا يتواصلوا ذهنيا مع بعض أنا عارف أنك بتقول لي إيمو سما بس إيش هي إيمو سما على كذا إيش قوة إيمو سما أشياء غريبة شيء غريب كل شيء يصير منطقي لما تتكلم فيه الهاكي التصلب التصنيفات الهاكي بشكل عام فواكه الشيطان وتصنيفات الفواكه تبع الشيطان إيلي نجي عند القرسي وإيمو سما وتصير كذا علامات استفهام كثيرة إيش هذولي كيف الإيش فيه إيش فيه شيء غريب قوتهم منظرهم أسلوبهم في القتال شيء غريب مظهرهم غريب أهدافهم غريبة أعمارهم مجهولة علامات استفهام كثيرة حول القرسي وإيمو سما كل ما لها تزيد تعقيدا وغموضا أكثر واكثر فأتمنى أن الفصل القادم مش بالضرورة يجيبنا على دي الأسئلة ولكن يعني خلينا نفهم شوية من إيش هما ذولي القرسي بالضبط إيمو سما خلقهم إيمو سما هو اللي أعطاهم دي القوة إيمو سما قادر من يشين منهم القوة وينقولها لشخص آخر بناء على ما أدري الموضوع مرة فوضوي صراحة ويخليك تسأل أسئلة كثيرة تعليق مهم وتعقيب يعني قبل ما أنا ما أدري كيف يعني وصلنا لدي المرحلة ولكن لوفي وعندما تستيقظ فاكهة لوفي فالهزلية والكوميديا والاستهبال والروح الطفولية راح تحضر بشكل قوي جدا لوفي طفش من ساتر وطفش من كزر جاء أشغلتم وأمنا لا بتخلونا نفقع ولا بتخلو الطاقة ما يفقع طاعة وصدقوني جلست لحظة إدراك كده يمكن أبو 15 ثاني لأنا استوعبت أنه لوفي قاعد يسوي فيهم عجينة تميس فيتزا لوفي زحف لا زحف لوفي صراحة زحف بس الغريب في الموضوع أنه رماهم وديور ساتر وهل ساتر ديور في ذي اللحظة يا أخوان لأنه بالفعل يبغى يرجع يهزم لوفي ولا لوفي ما عاد صار هدف أصلا حاليا وفيه شيء أهم ألا وهو قطع بث فيقابانك سؤال جميل ومهم جدا ترى يا أخوان ساتر الآن هدفه هزيمة لوفي ولا لوفي ما عاده هدف والهدف الأكبر إيقاف البث اللي قاعد يعرضه فيقابانك يعني ممكن ترى حرفيا الفصل الجاي نشوف القرس يمتجهين تجاه الرشيف تبع فيقابانك ومعمل الأبحاث يقول لك يلا خلنا ندمر ونكسر ونقفل أمه البث هذا وينسون لوفي أصلا أحس أنه فيه كده تفرعات غريبة وكثيرة ممكن تصير في الأحداث ممكن نشوف معركة القرسي هو لوفي وبالفعل يكون فيه تدخلات تدعم لوفي ممكن لا لوفي يفقع يأخذ الطاقم ويفقع بالفعل يلقون فرصة للفقعة والقرسي يتورطون بخصم جديد داخل الجزيرة ويحاولون أنهم يوقفون هذا البث وممكن لا لوفي يضل وتصير معمعتين وينقسم القرسي إلى قسمين قسم يقاتل وقسم يحاول يوقف الرسالة الله يقلعهم لحظة المخ الله يقلعهم لحظة المخ والفوضة اللي سويتها يا أودا في ذا الفصل أو في ذا الأرك يلا طيف عمونا يا جماعة والحلو في الموضوع حاليا أنه كل شبر في أرجاء العالم الآن يقدرون يسمعون هذه الرسالة وتخيلوا إيش ممكن تكون هذه الرسالة لو بالفعل كانت خطيرة جدا وراح تفضح حكومة العالم إيش بيصير في العالم العالم راح ينقلب رأسا على عقب لو فيجابانك فضح حكومة العالم وفضح أسرارهم ممكن يظهرون الناس ترى رمم زبايل يقول لك كيف حكومة العالم قاعدة تسوي الشيء اللي يتطلب أنهم يسووه والغاية تبرر الوسيلة خليهم يعملوا اللي يعملوه سمعا وطاعا يا حكومة العالم ولكن النسبة الأكبر والأغلب راح ينقلب وراح تكون هذه إضافة جيدة المين لدراجون للجيش الثوري وراح يتسع وتتسع رقعة الجيش الثوري حول العالم والمنقلبون على حكومة العالم بشكل عام وربما لن يظل أحد يدعم حكومة العالم في هذه الكرة الأرضية تبع قصة ونبيس إلا مريجوة فقط والتنانين وعلى الكلب السماويين علشان كده يا جماعة احنا قاعدين نقول أن القصة بالفعل متجهة إلى النهاية خلاص 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 قيروسي موجودين باقي تنزل لإيموسامة وأعتقد أنه ممكن أودا يبدأ يفنش القيروسي بشكل تدريجي وممكن الفرسان المقدسين هم اللي يكونوا الفاينال فايت مع إيموسامة مش بالضرورة القيروسي ممكن القيروسي مهمين في السلم الإداري لكن مش في السلم العسكري في الفايت ما أحتاج القيروسي أحتاج فرسان مقدسين أنه على ما يبدو أن الفرسان المقدسين مش حاجة سهلة بالذات فيغرلاند غارلنج الكلب هذا فما أدري يعني مجرد تكاهنات والله أعلم والله يجيب العواقب سليمة ونشوف الفصل الجاي على شيء مخيف والله والله شيء مخيف شيء مخيف ومقلق صدقني ما تفكر في الموضوع يعني القصة إلى إن متجهة ما عندي مشكلة صراحة القصة تتجه إلى أي مسار بس يعني ما نبت أضحيات والله عموما يا جماعة وخلاصة الكلام الفصل رائع فصل خارق فصل ما أدري يعني كيف أوصفه أو كيف ممكن تصف الكلمات ببساطة بس شيء مخيف خيل أن هذه الأشياء كلها صارت لأن لوفي وصل إلى الإقهد يا أخي شيء رهيب شيء رهيب كل الأشياء دي قاعد صير في العالم لأن شخص اسمه لوفي أيقظ فاكهة نيكا وكمان لأنه تقابل مع فيغا بانك في عصر روجر في عصر الشياب القدماء صارت مصائب وصارت مشاكل كثيرة لا محالة بس أبدا ما وصلت لهذا المستوى اللي وصلوا اللي وصلوا العالم في عهد لوفي لوفي قاعد يقلب الدنيا رأسا على عقب روجر أول ما قابل ريلي وهم شباب كان يقول له هاي تبغانا نروح نقلب العالم رأسا على عقب روجر في ذيك اللحظة ممكن كان فيه هدف معين يعرف أو قرأ عنه رح يقلب العالم رأسا على عقب فعلا ولكن آسف لك يا روجر اللي رح يقلب العالم رأسا على عقب الآن في هذه اللحظة قاعد يقلب العالم رأسا على عقب ألا وهو لوفي نيكا أو الجوي بوي محرر العبيد محرر الدول البطل الأسطورة الزاحف اللي ما يهمه شيء لوفي أو منكي دي لوفي أعطيكم العافية يا جماعة تقريبا هذه كانت أهم النقاط اللي أشغلتني حرفين في الفصل وحبيت أتكلم عنها كتبولي أراكم في التعليقات وإش توقعاتكم للفصل القادم لأنه بالفعل الفصل القادم قابل للتحريات تقدر تطلع من وراء سيناريوهات كثيرة فوريني شطارتك في التعليقات تراني أحب أكثر تعليقات وتحريات المتابعين أعطيكم العافية يا جماعة كم معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم